مرحبا يا عزيزيز بما أننا في نفس الاساسة بتاع الانبوكسن كنت شارية حاجات من كارفور و لماذا لا؟ دعني اعمل لهم برضو هم كمان انبوكسن قبل ما اعرض سبهم اماكنهم حبيت اشارككم بالحاجات اللي انا اشترتها من كارفور لنفسي اكيد مش للباقي الحاجات اللي اشترتها وانا حبيت ان اشارككم بالحاجات اللي انا اشترتها لنفسي انا اول حاجة كانوا الشامبو والكونديشنر دول من OGX بحب اويدر شامبو انا دايما باشتري اللي هو البيوتين اللي هو البربل اللي هو بتاع الفوليوم والتيكننج بس المرة دي اشتريت اللي هو الشاركول دي توكس شامبو والشاركول دي توكس كونديشنر ده پوريفاينج يعني هيشيل كل الرواسب اللي موجودة على شعرك ومتقليها لتحت وزن الشعر لتحت فبتفقدي الفوليوم من فوق فروتك فبتحسي ان الشعر مثلا تقيلة فيها مواد كثيرة مثلا مش عارفة تخسليها مثلا رواسب شامبو قديم رواسب كريم رواسب كريمات او سبري او الحاجات دي كلها فعلشان تنقي الشعر كويس وترجع لي طبيعتها فدول افضل حل للموضوع ده فبحب نوع الشامبو ده جدا علشان احس ان انا الشعر بتاعتي تكون خالية من اي رواسب فبنصحكوا بالنوع ده تاني حاجة جبتها كانوا كوتن سوابز من صوفت ده من البراند بتاع كارفور لكن انا علشان بيحب السكوير ليس المدور بيحب السكوير علشان انا عندي الكنتينر اللي بحطهم فيها سكوير فحبيت ان حاجة تبقى نفس الحجم ونفس الشيب سوف تبقى نفس الشيب وكما ترى هذه الكنتينر السكوير اللي انا بحط فيها كوتن بادز فمثلا بصوا حجمها بالضبط يعني اعرفين نفس الشيب نفس الشيب نفس الشيب فبحب اشتري النوع ده من الكوتن بادز اي براند بقى بس المهم يكون الشيب ده والصيز ده علشان اعرف احطها في الكنتينر بتاعتهم بكل اسفولة وكمان انا بحب الحجم ده لان بحس ان ايه بقى تكوير فما بستعملش كوتن كتير يعني ممكن اثنين ثلاثة بكتير من دول وابقى تماما دالت حاجة معينا بقى هما الديودرنت رولز دول من دوف انا دائما بحب الديودرنت بتاعي يكون من دوف لانه ده فيه فيتامين بي تري بيرجع مثلا اللون لطبيعته لو انت مثلا عندك اي اسمرار فحلو جدا مثلا لفترات السيف وكمان عندنا اللي هو الباودر صوفت ده طحفة انا مقدرش عايش من غيره اولا لان الروايح التانية بتتعبني مثلا فيه براندات كتيرة قوي من ساعة من بعد الحامل بصراحة اي ريحة حتى من دوف في روايح معينة ممكن تتعبني وما تعجبنيش كمان وحس انه ممكن في البداية حلوة بعدين تموعني فعام استيكين لالتنين دول علشان الروايح فقط لان انا حتى جايبة ده مش علشان تفتيح ولا اي حاجة وده طبعا ماي فايفورت ريحة لان انا بحب اي حاجة فيها زي باودر سميل او بيبي باودر او كده فده انسحكو بيه بيرطب جدا اللي اتنين بيرطبوا جدا بس this is my favorite وده انا هجربو علشان بس الموضوع الريحة ده بس علشان انا برضو سعيت بزهق بسرعة بما اني جوزائية فبزهق من الريحة دي قدم انا بحبها بس بزهق منها برضو فحبيت ان انا اجيب ريحة مختلفة مرة دي فجبت ده هو برضو ريحته على باودر بس على سويت اكتر اوكي سودقول الاثنين وعلى فكرة كمان براند نيفيا للديودرنت كمان برضو طحفة انا برضو بجيب من عندهم زي ما قلتلكم انا بحب اي حاجة فيها ريحة باودر وده البيوري اليكسر ده ميلك اسنس الريحة بالفراش جاسمين ان امبر الاثنين دول روايحهم متقبلها جدا جدا بعد الحمل زائد انه هما كمان لطاف جدا على البشرة وبيبقى احساسهم حلو جدا في الاندر ارم وجبتي كمان شامبو تاني ده اللي هو لوريال الفيف فانا بستعمله لما بنزل البيسين لان طبعا الكلور بتاع البيسين بينشف الشعر جدا فطبعا الشعر بيبقى جاف جدا بسبب الكلور فانا حبيت ان انا اجيب شامبو برضو يرجع الترتيب الشعري بعد البحر او البحر او البحر او البحر او البحر لان مية الملح او مية الكلور هتنشف شعرك فده افضل حل لموضوع الشعر الجاف بعد البحر والبسين او البول هنا ده رقم ثلاثة ده اقوى حاجة او البحر او البحر او البحر او البحر شامبو يمكن اجيبه مش عارفة ليه بس متفقلبي جدا وكمان معنا من لوريال الفيف اللي هو الاكستروردنري اويل ده زي سيرم للشعر بيرجع الترتيب برضو للشعر فبردو هستعمله بعد اللذي انا استعملته قبل كده اشتريت فبردو يكون النوع سيرم الاكستروردنري ب umm وبنزل الشعر عادي werk بس انا بما اني اشتريت الشامبو ده اللى او شاو افضل الترتيب بعد البحر والبول فحبيت ان انا كمان اجيب سيرم ااستعمله برضو بعد البحر والبول بعد معااخسد شعري فهستعمل ده اى وبرضو علشان او باشان ارطب شعري بعد البحر والبول ده برضو كوكونات هير اويل ده المفروض ما بيزيدش الشعر خالص ده برضو من او جي اكس نفس البراند بتاع الشامبو اللي هو اللي بالفحم ده فجبت منهم زي هو عامل زي هير مست يعني انا عايز اقول لكم ان هو اكتر هير مست من هو سيروم او حاجة بس هو فيه ترتيب للشعر يعني بيدي ريحة حلوة وكمان بيرطب الشعر جدا ويتلس يعني مش هيبقى تقيل على شعرك ومش هيتقل شعرك لتحته وتفقدي الفوليوم بتاعك وما يبقاش مزيت فهو بس هيرطب لك شعرك وهيديله ريحة حلوة بالكوكونات واجبت الهير مست بتاعي اللي هو خلص already كان من سن سيلك ده انا بحبه قوي وبحب ريحته جدا ده باللوز ده بالدماسك روز والالمنز فطح فعايز اقول لكم ان ريحته جميلة جدا اوكي فده هير مست للشعر مش هيعمل مش هيرطب ولا اي حاجة بس هيدي لمعين للشعر وهيديله ريحة حلوة هما بيقولون انه بي نعم الشعر شوية بس انا عايدونه ما اراكستش اوي في الموضوع قدم انا بحبه كهير مست لشعري طبعا انتو عارفين انا بحب الهير مست بتاعي اكتر حاجة اللي هو بتاع كيليان اللي انا بستعمله اللي هو ريحته زي المارشمالو وكمان بحب الهير مست بتاع جيزو اللي هو الهاني بس ده برضو بحبه جدا ده الدراج ستور يعني ايكوويلنت of a hair mist for me فيا انا احبه اللي بعده بقى جبت الميسيلر وارر بتاع جارنيير انا استعملته لان كان بتاعي خلص فا كنت محتاج ان انا استعمله اليومين اللي فاتوا قبل ما اعملوكو انبوكسنج وحطيتو تاني بعدها في الكيس بعد ما استعملتو علشان اوررهلكو استعمل الميسيلر وارر اللي هو بالساليسيلك اسد بتاعهم اللي هو لونه ازرق طحفة طحفة عايزو اقولوكو لان انا بستعمل اساسا two kinds of micellar waters في حياتي للميكاوب رمو بالبروستس بستعمل اللي هو غارنيير ده اللي هو الدراج ستور واللي بستعمله اللي هو ال high end بيكون من بايودرما اللي اتنين دول انا مقدرش عايش من غيرهم طحفة وعلى فكرة ده يعني ممكن يعوضك عن البايودرما لو انت مش عايزة مش قادرة تشتري مثلا البايودرما انصحك جدا جدا باللي هو الازرق بتاعه غارنيير اللي هو بساليسيلك اسد اميزين يعني بينظف البشرة وبيقفل المسام وبيعالج مثلا اي حاجة مشاكل في الحبوب والحاجات دي فاميزين اللي بعده هو ال brand road ده body wash او body gel زي ما تحبو تسموه هو ممكن للهاند والbody الاثنين انا بستعمل عادة بتاعهم اللي هو ال vanilla هورهولكم للوقت الاحسن انا في العادة بستعمل ال shower gel ده بتاعهم اللي هو بالعود وال vanilla بحبو جدا انا بقصوا عمتا اكتشفتوا ازاي او اكتشفت ال brand ده ازاي لان فيه glitter انتوا فاهمين فانا علشان اول ما شفت فيه حاجة فيها glitter و shower gel وبتاعه فاقلت لا لازم اشتريه فالموضوع ده اللي بتاع ده اكتشفته يمكن من 5-6 سنين فمن وقتها وانا مضمناه وبعدين لما ايريك كمان اتجوزنا وبتاعه وبعدين شافه فبرده بقى مضمنه جدا فبنحب قوي اللي هو بالذات اللي هو عودا فينيلا الريحة دي لا تقاوم تحفة 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 احلى الروايح اللي عندهم هم بقى نزلوا ال packaging ده اول مرة اشوفه عندهم انا دايما بشوف بس ال shower gel بتاعهم فاول مرة اشوف ال hand and body wash بتاعهم وكمان فيه glitter فقلت لا لازم لازم اجيبهم فحبيت الريحة بتاعت العود rose والعود wood musk اللي اتنين دول عجبوني قوي روايحهم كنت عايز اشتري كمان اللون الابيض بتاعهم بس كان موجود بس التاستر ما كانش موجود اللي هو للبيع كان هو auto stock فمعناتها انه اكيد هو حلو طالما هو auto stock وخلصان من عندهم فهرجع تاني على كارفور على اي فرعة تاني واجيب بقى الابيض بتاعهم حتى لو رحت وحشة المهم انه يبقى عندي collection الكل اي glitter دي تحفة بعدين جبت ال extra refreshers دول من اكستر ده chewing gum المنوع جديد اول مرة اشوفهم بصراحة عندهم فعجبوني قوي وانا هناك كنت محتاجة ان انا اقعد اقعد عاطف حاجة فاشتريك لي بانا وانا نعمل شوپين حتى اكلت منه انا في كارفور فعجبين دول جبتهم وفي الميك اپ بقى ندخل على maybeline اشتريت ال age rewind concealer بتاعهم مقدرش اعيش من غيره جبت الدرجة رقم واحد ورقم ثلاثة دول درجات اللي انا دايما بستعملها فيه بتاعي خلص اردي فعشان كده كان لازم اعمل لهم restock وبعدين شفت البالت دي عندهم بالت جديدة في maybeline ال burgundy bar اعملت swatchز عليهم في التستر بتاعهم طحفة طحفة ال pigment وال glitter يعني فضيع وبصوا اللون اللي هو ال burgundy فاق ده والله هو الشمر اللي جانبه هنا ال highlight اوما بصراحة كلهم كانوا طحفة يعني كل swatchي كان احلى و احلى متاني فكتبعاية في كل swatch من كتر جمال glitter وجمال pigment بتاع البالت دي فانسحكوا تجربوه هبعمل لكم بقى tutorial بقريب فanyway دي كانت مشترياتي من كارفور حبيت اشارككوا معايا فيها ما عملت هلكوش ايه سماعة اشي كنت حب اتكلم معاكو وكمان عملته لكم بما ان انتو عجبكو قبل كده عملتلكو مشترياتي من ال hyper market ومشترياتي برضو من كارفور فلاقيت كان فيه ادبال كبير جدا عن الفيديوز دي وطلبتوا مني اهضل فيها اعمل لكم منها يعني بس دايما بنسى صدقوني انا شبهي يوميا في كارفور وشبهي يوميا بعد اشتري حاجات بقى وريستوكينج وحاجات للبنات وكلام ده كله اكل وكده فيعني بنسى ان انا اصور لكم بس انيويا المرة جاية يمكن كمين اخدكو معايا جوه كارفور نوعا نصور فيديو كده واحنا بنعمل شابينج اشوف الموضوع ده انيويا ياراب يكون الفيديو عجبكو واشوفكو في الفيديو الجاي love you